هل وقفت يوماً تتساءل؟ حقاً لماذا أنا لا أستطيع أن أحب هذا الشخص؟ نعم هذا الشخص الذي يخطر الآن على بالك فإن مجرد التساؤل قد أحضره على فكرك ضع الآن هذا الشخص بعيداً عنك مع كل صفاته وتصرفاته لأنها مجرد ستار تحاول به أن تحمي نفسك كي لا ترى حقيقة مشاعرك وتستمر بالمقابل بإلقاء اللوم على الآخر وتصرفاته نحوك والآن أعد السؤال وكأنك أنت من تطرحه على نفسك لماذا أنا لا أستطيع أن أحب هذا الشخص؟ إن استطعت أن تدخل لحظات إلى أعماق قلبك ستكتشف وجود مساحة تحوي فكرة وهذه الفكرة هي التي تحجب قدرتك على المحبة وهي أنك نتيجة تصرفات الآخر قد أصبحت ترفض له الخير أصبحت غير موافق على تقديمه له وأيضاً تقف دون تقديمه له مدرسة الحياة الروحية تدعوك أن تصعد درجة إضافية نحو المحبة وذلك برفع قدرتك على إرادة الخير والبدء بعمل خير بسيط لهذا الشخص وستجد وببساطة مذهلة وفاعلة أن المحبة ستشتعل وتتقوى بداخلك وبكل حرية وفرح داخلي تجاه هذا الشخص حينها اعلم أن محبتك البسيطة قد استنارت بمحبة الله العظيمة والأبدية أراكم لاحقاً في فكرة وعي روحي جديدة